بسم الله الرحمن الرحيم حرصا من الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء على متابعة نشاط المحافظات العراقية وبالخصوص فيما يتعلق منها بالمشاريع والطاقة والسكن وغيرها من المواضيع المهمة بما ينسجم مع المنهاج الحكومي أقدت الهيئة العامة للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم اليوم جلستها الرابعة برئاسة السيد رئيس الوزراء بتاريخ اليوم 19 شباط عام 2023 واستمر اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة نوقشت فيه العديد من القضايا والمواضيع المهمة التي تتعلق بأداء المحافظين والمحافظات والتي تتعلق أو هي على تماس مباشر بحياة المواطن العراقي وللمواضيع التي تم مناقشتها في جدوى الأعمال اليوم في أعمال الهيئة التنسيقية كان موضوع استضافة السيد وزير النفط والسيد وزير الكهرباء ولتقديم إحاطات فيما يتعلق بواقع الكهرباء العراقية والاستعداد للخطة الصيفية القادمة ومقدار التجهيز فيها وما يرتبط ذلك طبعا بحياة المواطن العراقي في كل المحافظات العراقية حصل نقاش أشبه بالمفصل ابتدأ بأن قدم السيد وزير الكهرباء شرحا مفصلا لواقع الكهرباء العراقي من ناحية الإنتاج والتوزيع والمحطات التي تعمل على وقود مختلف على الوقود وعلى الغاز وما شاكل ذلك ثم بعد ذلك فتح النقاش للمحافظين وتحدث الأخوة المحافظون بصورة مفصلة عن احتياجات كل محافظة مقدار ما تنتج من الطاقة الكهربائية طبيعة المحطات التي تعتمد طبيعة الوقود ما هي المعوقات التي تحول دون أن يرتفع أداء المحافظات العراقية فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية إلى حدود قصوى أو حدود مقبولة ثم بعد ذلك فتح النقاش مع وزارة النفط حيث حضر السيد وكيل وزير النفط وبمعيته السيد مدير عام التوزيع للرد على أسئلة الأخوة المحافظين جرى نقاش بين الأخوة المحافظين السيد وزير الكهرباء وكيل وزير النفط وأيضا كادر وزارة النفط ومفصل تطرق أيضا الأخوة المحافظون إلى واقع أصحاب المولدات وما يحتاجوه وطريقة أدائهم لعملهم وطبيعة التعاطب بينهم وبين المواطن العراقي واختتم النقاش في هذا الموضوع بأن شدد السيد رئيس الوزراء على أهمية الاستعداد من الآن للخطة الصيفية وأن يكون التجهيز بأعلى رقم ممكن لكي نتجاوز إن شاء الله في الصيف القادم درجات الحرارة التي من الممكن أن تكون مرتفعة الموضوع الثاني كان تخصيص قطع أراضي في المحافظات كافة لإنشاء مجمعات سكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في هذا الموضوع استضافت الجلسة السيد رئيس مؤسسة الشهداء والسيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حيث قدم كلاهما وبالأرقام والشرح المفصل واقع هذا الموضوع مقدار قطع الأراضي التي منحت للشهداء وبتصنيفاتهم المختلفة وأيضا قدم السيد رئيس مؤسسة السجناء خريطة مفصلة عن هذا الموضوع وعن مقدار قطع الأراضي وكمياتها والمناطق التي وزعت فيها وقاموا أيضا بتقديم طلبات إلى الهيئة التنسيقية برئاسة السيد رئيس الوزراء وانتهى النقاش في هذا الموضوع طبعا كان النقاش نقاش أولي وهذا سيعقبه نقاشات أخرى انتهى الموضوع بتشكيل السيد رئيس الوزراء لجنة خاصة مشكلة من الأمانة العامة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية وزارة الأعمار ووزارة الزراعة ومؤسسة الشهداء وأيضا مؤسسة السجناء السياسيين وأيضا بما يحتاجوه من المحافظين لأن تضع هذه اللجنة تفاصيل وخطة عمل دقيقة بالأرقام في كل المحافظات العراقية عن طبيعة قطع الأراضي التي وزعت للشهداء والسجناء السياسيين ووضع خطة سريعة جدا أيضا لإنجاز تقديم قطع الأراضي للشهداء والسجناء السياسيين خلال المرحلة القادمة الموضوع الثالث الذي تم مناقشته أيضا هو الموقف الشهري للمشاريع في المحافظات العراقية النقاش كان هو نقاش أولي وهذا موضوع كبير باعتبار نحتاج إلى 18 محافظة أن تتحدث في هذا الموضوع وعلى كل من المحافظين أن يقدم مشاريعه سواء كانت المشاريع مكتملة أو نصف مكتملة وكذلك نسبة الإنجاز وأيضا المشاريع التي طلبتها الحكومة الجديدة والتي يجب كما قلنا أن تتوائم مع المنهاج الحكومي وقدم الأخ محافظ بغداد مقدما اليوم شرح مفصل للمشاريع التي يجب أن تنجز في محافظة بغداد ورفع النقاش في هذا الموضوع أيضا بتقديم تسهيلات إلى السيد محافظ بغداد من قبل الوزراء المعنيين الموجودين على أن يستكمل باقي نقاش باقي المحافظات خلال الجلسات القادمة للهيئة التنسيقية الموضوع الرابع الذي نوقش هو موضوع تفعيل وتمكين دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظات الموضوع على صلة بوزارة المالية وهو نوع من أنواع خطة المفصلة التي وضعتها الهيئة التنسيقية للترتيب الواقع الإداري للمحافظات العراقية ويعني موضوع ذا جنبات إنفاق مالية وإدارية وحصل نقاش مفصل أيضا بين الأمانة العامة للهيئة التنسيقية وأيضا بين وزارة المالية باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بوزارة المالية بصورة مفصلة ورئيسية وتم التوافق على استكمال النقاشات والحوارات للوصول إلى نتائج فيما يتعلق بهذا الموضوع الموضوع الخامس الذي تم مناقشته هو موضوع تفويض صلاحيات وزارة الصحة تمت مناقشة الموضوع بحضور السيد وزير الصحة الذي أكد على أن وزارته قد قامت بنقل الكثير من الصلاحيات إلى المؤسسات الصحية وإلى المدراء العامين سواء كان في المركز أو في المحافظات العراقية جرى نقاش مفصل لهذا الموضوع من قبل أيضا وزير الصحة وشارك فيه بعض السادة المحافظين ومن الأخ الأمين العام للحيئة التنسيقية وتم الاتفاق على الاستمرار بنقل هذه الصلاحيات تدريجيا مع بناء المؤسسات والمديريات العامة الصحية في المركز وفي المحافظات العراقية إجمالا كان هناك متابعة حثيثة للسيد رئيس الوزراء ومداخلات كثيرة حول كل هذه المواضيع وتوصيات كثيرة كانت تركز إجمالا على تقديم الخدمة للمواطن العراقي على أن تكون هذه البرامج وهذه المشاريع والخطط الموضوعة منسجمة جدا مع المنهاج الحكومي الموضوع وللوصول إلى نتائج إيجابية وبالخصوص فيما يتعلق بالجانب الخدمي لا بد من الوصول إلى نتائج إيجابية جدا يلمسها المواطن العراقي على أرض الواقع شكرا جزيلا